بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني التلاميذ في هذا الفيديو سوف ننجز استمرين يتعلق بدرس الحساب العددي المتطابقات الهمة بالنسبة للمستوى الثالثة إعدادي السؤال يقول عمل وحسب لدينا ثلاثة مجموعة سوف نقوم بتعميلها ثم نقوم بحسابها نبدأ على بركة الله ستة وتلاتون إكس وستنان زائد تسعة إكس لتعميل هذا التعبير يجب تفكيك هذا التعبير سوف نكتبه على شكل جداء ستة وتلاتون إكس وستنان يمكن كتابتها على شكل تسعة إكس مضروبة في أربعة إكس لدينا إشارة زائد نحتفظ بإشارة زائد تسعة إكس العامل المشترك في هذا التعبير هو العدد تسعة إكس سوف نقوم بتعميل بتسعة إكس تسعة إكس مضروب في أربعة إكس زائد واحد انتهينا من التعميل التعبير الأول سوف ننتقل إلى التعبير الثاني التعبير الثاني خمسة إكس ناقص خمسة وعشرون تساوي سوف نبحث عن العامل المشترك بين خمسة إكس وناقص خمسة وعشرون خمسة إكس تساوي خمسة مضروبة في إكس ناقص خمسة وعشرون تساوي سوف نقوم بتفكيك العدد خمسة وعشرون تساوي خمسة مضروب في خمسة الآن حصلنا على العامل المشترك وهو خمسة سوف نكتب خمسة مضروب في إكس ناقص نحتفظ بإشارة ناقص مضروبة في خمسة ننتهينا من عملية التعبير بالنسبة للتعبير الثاني سوف ننتقل إلى التعبير الثالث 18 إكس يكس ناقص أربعة إكس يكس يكس ناقص أربعة سوف نقوم بتفكيك 18X plus 2Y وتفكيك 4XY plus 2 سوف نبحث عن العامل المشترك بين كلا العددين العامل المشترك بين العددين هو 2XY مضروب في 9X ناقص 2XY مضروب في 2Y حصلنا على العامل المشترك وهو 2XY سوف نقوم الآن بعملية التعميل سوف نعمل بالعدد 2XY تساوي 2XY الكل مضروب في 9X ناقص 2Y شكرا وإلى اللقاء